مروان يقول ايه اثبات ان ختان الاناث حرام يا شيخ لو سمحت لانه في الكيفية التي يحصل بها في مصر الان يحصل فيها اعتداء على هذا المكان بقطعه او قصه كاملا فهذا هو الذي يحرمه الشرع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسيدة ام معطية احفي ولا تنهكي بمعنى انه هذا العمل لابد ان يكون بيه طبيب في غاية التخصص ويعمل هذا الموضوع بدقة شديدة مش زي ما بيتعمل في مصر الان كل حد بيعمله طيب الحاجة التانية ما حكم هذا الفقهاء لما تكلموا عن هذا الحكم قالوا انه هو مكرمة يعني درجة تقل عن درجة السنة والمستحب يعني حاجة كده تتعمل او ما تتعملش ليس واجبا وليس مستحبا ولا له اي درجة من درجات الاستحباب البيئة العربية كانت فيها هذا المعنى فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه فيه لكنه لم يأمر به امرا جازما بمعنى ان يصير من لم يفعله مرتكبا للاثم ولا واقع في الحرام فلما تطور الامر وكان زي ما بنشوف في مصرنا الان وفي غيرها من البلاد فيه اعتداء على هذا المكان وفيه عدم احسان وربما سبب مشاكل كثيرة في المستقبل فمن هنا قالت دار الافتاة المصرية بان هذا حرام بما يفعل به الان في مصر اشتركوا في القناة